اهلا بكم مشاهدين مرة تانية وصحافة الخميس 12 يناير 2012 يا رب نهاية اسبوع سعيدة قبل ما نتكلم فقرة الصحافة بنفكركم انه اللي هتفوته حلقتنا او عنده اي حاجة ممكن يشوفنا على اليوتيوب شانل بتاعتنا نهارك سعيد كلمة واحدة وبدل العين رقم ثلاثة باللغة الانجليزية وكمان ممكن تتواصلوا معنا على تويتر نهارك سعيد برضو او على الفيسبوك جروب بتاعنا هنبتدي اقول لفقراتنا بالصحافة مع استاذ اشرف البربري رئيس قسم الاخبار بجرية الشروع صباح الخير فانا صباح الخير كلينا ما اخد عنوين الاخبار لان هي يعني نهاية اسبوع حافلة وحنا يفصلنا 13 يوم عن يوم 25 يناير وطبعا ما بين جدل كبير ما بين الناس بتدعو ان الناس تنزل تتظاهر والناس تنزل تحتفل والتجهيز لاحتفالات ولسه دم الشهيد ما بيتش ومحدش لسه ايه عارف ايه اللي هيحصل يوم 25 يناير المصر اليوم الصفحة الاولى المجلس العسكري في قرار رسمي 25 يناير عيد قومي لمصر مثل 6 اكتوبر و23 يوليو والاهرام الصفحة الاولى اللقاء الوطني بالازهر يطلب تسليم السلطة في الموعد المحدد دون عبطاء والمصر اليوم منها خبرين الصفحة الاولى الخارجية الامريكية تزور مقر حزب الاخوان تحت حماية الداخلية وقيادات النور والوفد والكتلة والوسط تؤكد التحالف في مواجهة الاخوان والشروق الصفحة التالتة الاصلاح والجماعة الاسلامية يحسمن الاغلبية البرلمانية للاخوان والمصر اليوم الصفحة التالتة الاخوان يرفضون تحويل 25 يناير الى ثورة ثانية والسلفيون سنمنع الشغب واخر خبرين من الاهرام الصفحة الاولى 50% من الاراضي للشباب و50% للمدارين من قانون المالك والمستأجر والخبر الاخير مصر طلبت من لندن خمس مرات تسليم غير اخبار ساخنة ساخنة طيب نبتديها من المصري اليوم الصفحة الاولى والمجلس العسكري في قرار رسمي 25 يناير عيد قومي لمصر زي 6 اكتوبر و23 يناير طبعا هو عيد قومي لمصر 25 يناير صورة طبعا تفوق صورة 23 يوليو كانت في النهاية حركة عسكرية اقرب الى يعني انقلاب عسكري كنا حتى سمناها لسنوات طويلة حركة الضباط المباركة ما كانتش صورة انما 25 يناير هي صورة شعبية انما برضو المسألة الحقيقة في حاجة مش مضيقة في الحكاية دي انه 25 يناير هو عيد الشرطة يوم تم تحديده علشان نخلت به ذكرى بطولة مجموعة من زباط وافراد الشرطة في الاسماعيلية تصدوا لقوات الاحتلال الانجليزي وقدموا ارواحهم في داء للوطن ما ينفعش نكتب بالتاريخ على صفحات بعضنا يعني ما ينفعش انه لما نعمل صورة 25 يناير فنلغي بيها مرحلة او فصل من فصول النضال الوطني لانه الشرطة ليست هي ذلك الجهاز القمعي اللي استغلوا نظام حسن مبارك وحطوا في مواجهة الشعب في الاخر الشرطة جزء من تكوينة المجتمع كان فسد في مرحلة هي مفترض انه يتصلح لكن حكاية ان احنا يعني انا معرفش احنا هنتحام هنحلها ازاي ايدي الشرطة كانوا يخلوها 11 فبراير يعني كان في حاجات كتير لازم نعرف احنا ما ينفعش ان احنا نلغي في كل الاحوال انا عندي سؤال بسيط جدا لحضرتك مش مفترض عشان احنا نحتفل بثورة 25 يناير نكون جبنا حق الشهداء وحاكمنا من قتلهم طبعا ده جزء مهم بس يعني بما ان احنا ارتضينا بشكل او باخر انه نحط ملف قتلت الشهداء في ايد القضاء القضاء الطبيعي فاحنا مضطرين ننتظر القضاء الطبيعي طبعا احنا قلنا انه كان من الاولى انه يتم محاكمة هؤلاء الناس امام محاكم خاصة رغم ما ينطوع عليه حكاية المحاكمة الخاصة ديها من مشاكل ممكن تأثر بعد كده انما هو القضاء الطبيعي احنا قد انه اللي يهم الناس هو الانجاز في الاخر انه هو اللي يستطيع عليها وانه ناس اللهم هاتي الثكالة يعني يتنمى البعمة طنمن يعني القاضي الطبيعي محكم هو النهاردة بيحاكم عنده حداشر عنده عشر متهمين تقريبا وكل واحد فيهم له طقم محامين هيترافع عنه فلازم يسمع له وإلا هيصدر الحكم ويطعم فيه بالبطلان ونبقى قدام حكم باطل يعني هيا الحياة المحاكمة لا ومن غير المنتظر عموما يعني ان المحاكمة تأتي بما نريده يفتح السر في محاكمة موقعات الجمكة هي اللي هي اللي تفتح البيعي هي دي دي افضل شوي يعني الصيغة فيها افضل نتمنى يعني نبتدي بوحدة والباقي طيب الاهرام الصفحة الاولى اللقاء الوطني بالازهر يطلب تسليم السلطة في الموعد المحدد دون ابطاء والتأكيد على مدنية الدولة عيدة صحاحي قالي فهي مدنية الدولة وليست لبرالية الدولة هو يمكن الاهم مفيش جديد ان احنا بنطالب بتسليم السلطة في الموعد المحدد الاهم هو هذه المحاولات الدقوبة من جانب الازهر لاستعادة مكانته ودوره في المجتمع بعد معاش سنوات طويلة زي الشرطة وزي كل اجهزة الدولة في ظل ديكتاتور المخلوع ونظام حكمه فاستضاف مبارح رموز الشعب ما بين مرشحين محتملين للرئاسة وما بين الانباشنودة ومرشد جماعة الاخوان المسلمين وشخصيات سياسية وشخصيات عامة وخرجوا الحقيقة بوثيقة او بمجموعة من المطالب التي تمثل بالفعل التوافق الوطني من حيات التأكيد على طبيعة الدولة المدنية وطبيعة النظام الحكم الديمقراطي وضرورة تسليم السلطة واتصور ان هذه الرسالة تمثل مزيد من الضغط على المجلس العسكري من اجل الالتزام بما الزم نفسه به من تسليم السلطة قبل 30 يونيو نتمنى المصر اليوم الصفحة الاولى وخبر ساخن جدا ومن الحاجات طبعا يعني اللي متعرف عليها بقى المعارة امريكاني موجودين في كل حتة الخارجية الامريكية تزور مقر حزب الاخوان تحت حماية الداخلية وطبعا خبر مطير للجدل جدا الناس تقول لك هم هم امريكا مع الاخوان ولا امريكا ضد الاخوان؟ لا امريكا مع اللي يغلب ومع المصالحها معي حزب الحرية والعدالة ده بقى حزب صاحب نصيب الاكبر من مقاعد مجلس الشعب فامريكا شاءت امقابات لازم تتعامل معي تقريبا نقدر نقوله اخدين حوالي سبعة واربعين خمسة واربعين سبعة واربعين في المية يعني محتاجين حزب صغير قوي معاهم عشان يضمنوا الفوق الخمسين في المية ياخدوا به يشكلوا بحكومة يعني يمثلوا فيه الاغلبية في البرلمان طبعا دي احد حقيقة انا شايف انها احد انجازات الثورة احنا بنقول انه الثورة في المشيكين هو ايه اللي تم سلقاء الخلاقية مين هو وليام بيرنز مساعد وزير الخارجية وقابل الدكتور محمد مرسي رئيس الحزب بس هي طبعا المفارقة انه يعني الداخلية التي كانت تطارد جماعة الاخوان وتتعقب اتصالاتهم بالامريكان او بغيرهم ونعتبر ان اتصالهم بالامريكان دي تهمة هننشرها في الجرائي هم بيحرصوهم لانه ده بقى حزب يمثل حزب الاغلبية الامريكان زي ما هي قواعد السياسة بتقول هو ما عندوش حالفات طب يا طبعا ايه الهدف من الزيارة كمان الاسلوب اللي تمت بيه انه يتم في مهر اخوان يعني ما تمش في مكان مثلا تاني لا انت بترتب خلاص انت بتتعامل مع حزب ناجح في انتخابات مجلس الشعب فما بقى الامريكان ما بقيتش المسألة فيها اول ما بقاش فيها سرية يعني هو الحقيقة برضو هو ايه الهدف اصلا للزيارة الهدف احنا بتفعل ترتيبات مرحلة جاي انتوا جايين انتوا جايين انتوا جايين انتوا حكموا مصر مصر دولة مهمة شاء ام ابا من يشاء ومن يأبا الأمريكان ما يقدرونش يتجهلوا ولازم يتعاملوا معها يحكم مصر ويمكن انتوا حزب الاخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدلية هو الحزب الذي يتجه أو يقترب من حكم مصر فالامريكان ماوضورين يتعاملوا معها لان الملفات كتيرا من اول ملف مفااة اتفاية السلام مع اسرائيل وصولا بملفات تعاون العسكري الملونة العسكرية والمعونة الاقتصادية المواقف السياسية اللي الأخ 북 Tier يعني اعتدنا. بس ما ما اعتقدش ان الاخوان هيتكلموا في المعانات العسكرية. مش هيتكلموا في اي شيء. الاخوان هيتكلموا في كل شيء باعتبارهم حزب يحكم. في الاخر احنا علشان. ما ده لما نحسن بقى وضع كديش. بعد شهر بعد شهر يونيو اللي جاي هيبقى عندنا حكومة احنا خلي بالك بس يعني احنا من النهاردة احنا يمكن مزنوقين شوية وحنا بنتكلم احنا بعد كده ممكن يبقى عندنا وزير دفاع ست زي اسباني. معه. معه. استاذ اشرف خلينا نكون وقعيين. ونقول انه لسه صلاحيات البرلمان لم تحدد في يعني لم تحدد في الاعلان الدستوري. اه. يعني حتى الاعلان الدستوري البرلمان لسه ليس له صلاحيات. دول خمس شهور. دول خمس شهور ممكن نتحملهم. انا احنا لسه ما حسمناش الجزئيات. ايه اللي هيحصل بزرعة? انا هيحصل اصلاحنا مش هنخترع مش هنقيد اخترع على العجل. في الاخر احنا هنقع عندنا دستور هيتعمل بصورة كبيرة شبهة دستير الديمقراطية في العالم. او الفكرة دي الناس متخيلة ان احنا مطلوب مننا نعيد اختراع على العجل. الناس فيه فيه دستير الديمقراطية كتيرة بتحكم العلاقة بين السلطات المختلفة. مش هنبقى مش هنشز عنها كتير. هو فانتم هو هو بس اللي بيبقى دايما الوقفة في جزئيات تمام. احنا كنا عملنا الدستور من الاول وكان حل كل المشاكل دي. فعنا دايما نبدي نتكلم يتقالي احنا احنا بلد احنا يعني مصر ملاقاش علاقة بالدول التي احنا لنا وضعينا الخصف دايما حلولنا بتبقى صعبة شوية. لا يعني مش متفق معك اوه في حكاية حلولنا. هي طبعا كل مجتمع برضو فيه مساحة اختلاف يعني بين كل مجتمع واخر. لكن انا بشكل عام المصار اللي احنا ماشيين فيه هو مصار جيد. والعنوانين اللي بعد كده هيقولولك اه الكلام ده. طيب العنوانين اللي احنا اللي هدركوا تريدين نحوضهم مع بعض. المصري اليوم الصفحة الاولى. قيادات النور والوفد والكتلة والوسط. تؤكد التحالف في مواجهة الاخوان. والشروق الصفحة التالتة. الاصلاح والجماعة الاسلامية. يحسمان الاغلابية البرلمانية للاخوان. وبدأت اهو التكتلات السياسية. وبدأنا نلعب سياسة اهو. طلعنا سنة كم دلوقتي? سنة تالتة. سنة تالتة ده يعني اه قربنا كما احنا كده قربنا من السنوات العامة على الفكرة. لما يبقى عندنا احزاب وقوة سياسية. اه قدر على انها تتحالف مع بعضها لتحقيق اه 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 اجندات معينة. وتتصدى. يعني احنا عشان ما تصورش الحزب الحرية والاعدالة. انه بقى صاحب الاغلابية المطلقة. نظريا ازا نجح التحالف بين النور والوفد والكتلة والوسط ومعهم الاصلاح اللي هو موجود تحت. كمان. ينفع نظريا يحرموا الاخوان من الاغلابية. لانه الاخوان اللي حد دلوقتي عندهم حوالي ستة واربعين في المية. يعني نتحول لحزبين كبار زي 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 امني. او حتى لو ما كانوا ناشي حزبين كبار فهيبقى كل حزب بيحكم بيضطر يقدم تنازلات لباية القوات السياسية. هو مش مش هيقعد منفرد ويقرر اللي اللي هيعجب وهيجي يقول له. بذات هيجتمعوا على المناطق الرئيسية. فدي حاجة كويس. ودي حاجة كويس. يعني فكرة التصارع الارادات والافكار. في الاخر هيبقى المجتمع هو المستفيد من الحكاية دي. يعني حتى احنا مثلا يعني في المصر اليوم في عنوى المصر اليوم بيتكلموا على انه الاصلاح والتنمية معاه. في حين انه الاصلاح والتنمية بيقول انه هو مع الاخوان. ودي مش حاجة علشان بس يا حب اوضح. دي مش حاجة سلبية. بالعكس احنا الواحد يعني لما كان بيتابع مفاوضات تشكيل الحكومات الاقتلافية في الدول الديمقراطية كان الواحد يزعل. عد ايه الناس دي بتقعد وتتفاود وتتنعش وهنخصص ايه لايه. وكل وفي حزب جاي بيقول انا عايز التعليم اوي فيقول له طب انا عايز فلوس اكتر للتعليم عشان اخش معك في الحكومة. انما احنا كانت الناس بكنا بنحكم من في في غرفة مغلقة ومظلمة. ويطلعون ديمقراطية شكرا لكن موضوعا. اه. لكن احنا النهاردة انا شايف انه هزيون الخبرين دول مهمين ومفرحين في الوقت نفسه يعني. انه الحراك السياسي. اه. ده 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 صحي جدا. بالزبط كين. وانه في الاخرى هتمخد عنه. ما ده نشكوا واحدة مسيطرة بتفرض راضيتها عالجميع. ده كل مضطر يتفاوض ويتكلم ويتناقش مع بعض. كل مضطر يتفاوض ويتكلم مع اللي هو هيتحلف معه الاول. الزبط كين ويقدمه تنازلات. والقوة السياسية بقى يعني. والمعارضة قوية. اه. طيب ده بالنسبة للاخبار السياسية. خلينا نكمل برضو اخبارنا المواقف السياسية. من المصري اليوم الصفحة الثالثة. الاخوان يرفضون تحويل 25 يناير الى ثورة ثانية. والسلفيون سنمنع الشرق. طبعا الاخوان من حقهم اه يرفضوا تحويل 25 يناير لثورة ثانية. لانهم الحقيقة بالنسبة لهم حققوا اكتر مما كانوا يطمحون. ده هو عيد. يعني احنا في 25 يناير 2010 اه كانت كل قياداتهم تقريبا اه البرزة موجودة في السجن بحكم من المحكمة العسكرية. وكان اه خرجوا من انتخابات مجلس الشعب 2010 بصفر. اه هما النهاردة اه موجودين اه على بعد خطوات قليلة من الحكم. اه موجودين في خلاص مجلس الشعب يحتلوا اه ما يكرب من نصف مقاعدة. فبالتالي مش يعني مش من مصلحتهم ان الامور يبقى فيها اي. انا اعتقد ان الحلم اللي هما بقى لهم فيه. 80 سنة. اه بالزبط. يعني اتحقق اخيرا ان هما بيلعبوا سياسة وبقوا حزب الاغلبية كمان. بالزبط كده. وانه مطالبين من هما لأول مرة يتعاملوا مع الاوضاع السياسية. بمنطق الحاكم. طب حضرتك شايف يعني موقف السلافيين سنمنع الشعب. اه 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 اشو. النظرية يعني. ليس ليس من حق احد برضو علشان نتفق احنا. لو احنا عايزين نبقى دولة. دولة القانون. الدولة هي اللي تمنع الشغب. الشرطة هي. الشرطة تمنع الشغب. اه انما انه حد فينا يتصور ان هو من حقه يفرض القانون. ده ده شيء خطأ. حتى لو كان بيقامل حاجة كويسة. يعني علشان كده حتى اللجان الشعبية اللي احنا يعني كنا بنتكلم فيها. ما كانتش حاجة ايجابية كاملة. هي كانت حاجة مفروضة علينا في ظرف معين. لا يجب انه واحد يقف في الشارع ويقرر ان هو ينظم المرور. شو ايجابي لما يكون محتاجين ويبقى في قدع الحدود. لكن المفروض انه اللي ينظم القانون هو عسكري. طيب استاذ اشترك تعالى تعالى نبص الخامسة عشرين انار اللي جايك كده نقسم المشهد في الحكاية عاملة ازاي. ده موقف الاخوان والسلفيون. وفي عندنا قوة سياسية تانية اخرى. في منها المدني وفي منها الليبرالي وفي منها اللي هو منشق عن الاخوان ولي وضعه الخاص. وفي ثوار مدان التحليل اللي اصلا تقريبا ملهمش نصيف في تحقيق الانتخابات والسياسية. هي بقى دي المشكلة. هي طبعا. وفي عندنا دم الشهيد لسه ما بريدش وفي ناس عينية طارت وفي استخدام رخص حي والقضاء. يعني احنا لا تعليق على احكام القضاء لكن الموضوع واخد وقته يعني سوية كتير. فخمسة عشرين يناير في ناس شايفة انه ده مفتاح سر تغيير مصر القادمة. ده ممكن يتحول الى الثورة العريمة اللي توطيح حتى كل القوى السياسية اللي بيعتبروا ان هي باعة القضية باعة قضية الدم الشهيد في سبيل مكاسب سياسية. شايف الوضع ممكن يتفجر ازاي. الحقيقة لا. من خلال يعني متابعة الشارع او المزاج الشعبي هتلاقي ان المزاج الشعبي اميل للاحتفال مش للثورة التانية. طبعا القوى اللي تدعو الى حياء الثورة. يعني اه المسكنات والمحاولات وكل حاجة. بتحاول لكن لسه فيه شركات بتقفل. صحيح صحيح بس ما هو للأسف بقى ما هو للأسف الرسالة اللي وصلة للناس دلوقتي انه دوت مش عشان نعيب في الحكومة. ده عشان نعيب في الشارع. فعشان كده يعني بقت الناس الرسالة اللي عند الناس انه الاوضاع ديت لانه جماعة بينزلوا في الشارع باستمرار والمظاهرات والاحتجاجات والاحتجاجات هي السبب. ما طي. فعشان كده ما بقاش فيه تعاطف. طب ما هو اللي حضرتك بتقول ده فيه مشكلة. بتتكلم مع الصحة ولا مع الواقع? بتتكلم مع الصحة ولا مع الواقع? لا احنا عايزين ان نتكلم مع الصحة. لا ما تكلم اه الصحة طبعا اه ليست هكذا. الصورة ولا هاش زنب في الوضاع المتراضية في البلد. لا خالص. احنا يعني وارسين حاجة اه مشاكل كبيرة والاحتجاجات والاعتصامات في الاخر يعني لو كان فيه مشاوط اقتصادي حقيقي ما كانش هيتأثر بهزا بهزا الشكل. انما الواقع بيقول انه اه حجم التعاطل او حجم الاخطنية عدم طالب الشباب للصورة اه ما هواش يسمح بصورة غضب تاني عين. طيب خلينا نعدي على اخر خبرين اه سريعا جدا لانه وقتنا خلص الاهرام. اهم من الاهرام الصفحة الاولى خمسين في المية من الاراضي للشباب وخمسين في المية للمدارين من من قانون الملك والمستأجر. ومصر طلبت من لندن خمس مرات تسليم غالي الاول خمسين في المية من الاراضي للشباب وده خبر كويس. الخبر كويس بس جاي من كتالوج كمال الجنزوري القديم اه اللي هو يعني الحياة برضو مع الشباب بياخد ارض بقاله اه خمسين سنة بس مشكلة الارض الزراعية الحقيقة واستصلاح الاراضي مسألة استثمار اه ضخم ومكلف اه ومرهق. محتاج اه اكتر من مجرد عنوان في الجرنال يعني. والخبر الاخير مصر طلبت من لندن خمس مرات تسليم يوسف بوتروس غالي. يعني تقريبا ولا حتى خمسين مرة هي لندن الحقيقة جنت الهاربين اه من ايام ممدوح اسماعيل ومش بالنسبة للمصر على فكرة بس بالنسبة لكل دول العالم لندن اه دولة يعني لا تسمح بخروبهم تسليم الهاربين بالنسبة كبيرة يعني. مش هنستلموا غالبا. استاذ اشرف البربرية رئيس قسم الاخوار بجارة الشروق نهارتنا فيه. اهلم بيك. مشاهدين دي كانت نايد فقرتنا. فقرتنا مستمرة في نهارك سعيد لكن بعد الفاصل تابعونا.